وأستطلع رأي المهندس أحمد صبري عدو تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين مهندس أحمد بعد التحية كيف رأيتم هذا الإجماع اليوم من نواب الشعب 510 زي ما تفضل وقال سيد الوكيل سيد محمود الشريف أنه ليس بالأغلبية وإنما بالإجماع على إرسال هذه القوات أو إرسال جنودنا في هذه المهمة لحفظ الأمن القاوم المصري نساء الخير لأورا على حضرتك وكل سيد المشاهدين طبعا يعني مش هتكلم الجلسة النهاردة أنا كنا أعتقد أنه يعني بعد خمس سنين من وجود البرلمان دي أكبر إجماع حصل في تاريخ مجلس النواب بهذا العدد على قرار زي ده وهو تأكيد على أن طبعا القضية اللي بيها بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي أو لو هي قصوى زي ما أكد السيد الرئيس على تفتاح السيسي في أكتر من مرة وقال في إعلانات قاهرة فإن إحنا بنسعى إلى استقرار ليبيا والمحل السلمي والسياسي هو أولوية لمصر ولكن في حالة أن كان هناك إصرار من بعض القوى الخارجية بالدفع بميليشيات مسلحة ومحاولة لتكرار السيناريو السوري والعراقي في ليبيا فإن مصر لنطقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات وكان اتماع مجلس الدفاع الوطني بالأمس واللي كانت مخرجاته من أهم الأمور اللي كانت نهاردة بتعرض على مجلس النواب ولبنان عليها أصدر أجل بيان التاريخي وشفنا بيان الكنيسة المصرية والأظهر ودار الإفتاء ودار الإفتاء الضبط وإحنا كتنسيئية بنوصل 27 حزب سياسي كل قوات سياسية والشعبية والدينية بتؤكد على أن الدولة المصرية كلها على قلب يعني فيه إجماع يا فندم إجماع من كل الأطياف سواء من المؤسسات الرسمية من المؤسسات الدينية الكنيسة الارثوذكسية بنتحدث عن دار الإفتاء بنتحدث عن الأظهر وحتى تنسيخة شباب الأحزاب والسياسيين بنتحدث عن سياسيين حزبيين وسياسيين مستقلين بل الظبط كده هو مجلس النواب نفسه اللي هو بيمثل أكثر من استعادة حزب سياسي بها ياتو البرلمانية طبعا بالأساس فكل ده بيؤكد على أن طبعا مصر متابعة للوضع في ليبيا وأن كان سبق ده كمان بقى الأهم من كل هذا هو الشعب اللي بي نفسه وشفنا القيادات والعائلات طبعا اللي بي ممتع في مصر بالتصفة الرئيس وأكدوا على أنهم يعني بيدعوا الدولة المصرية لأنها يكون لها دور فاعل في القرية اللي بي وطبعا من أمن ليبيا وأمن أي دولة عربية ومن أمن مصر وأعتقد أن هذا القرار يعني كمان ليه تأثير خارجي قوي جدا وشفت حزبك زي ما حدك عرضت في المقادمة حتى تحضر إليتك الاتصال اللي حصل مع دونالد سرامب رئيس الأمريكي وتفاهمه لطبيعة الدور المصر في ليبيا باعتبار أن أمن ليبيا وشمال أفريقيا هو طبعا قضية محورية بالنسبة للمؤسسات وتصوري أن الرسالة وصلت نهاردة من البيان اللي تدرى مجلس النواب والبيان اللي تدرى مؤسسات الدينية والمؤسسات الشعبية الكبيرة على البيان اللي أصدرته تلك المؤسسات وعلى طبعا الموقف السابقة اللي مصر بقص ليبيا وكان آخرها طبعا فيما تعالج بإعلانة خاهرة وإحنا دايما بنقول أن الجيش المصري يحمي ولا يعتدي وأنه بيدخل لحفظ السلام مش لإحداث غاز وأنه أعتقد أن الاستقرار في ليبيا هيتم بإذن الله بأن كل الأطراف تلتزم بأجندة واحدة وبحل السياسي واحد وكل ما يتم حاليا في الوضع في ليبيا بالنسبة للمصر هو قيد المتابعة والمربى وأن مصر أعلنت اليوم أنها جاهزة لتدخل لرب أي أمر واقع بتحاول القوى خارجية من شكل مسلحة تفرده وإحنا بنقول أن نحن كل الدعم والتأييد للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة في أي مهام وهتقوم بها سيدة تحفظ بها الأمن القوم المصري والعرب نعم أشكرك فانم شكرا جزيلا مهونس أحمد صبري عضو التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين